اتسعى صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جريناتشون جزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تحركا كبيرا من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء من مجمع السويس الطبي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس وأكد مدبولي سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقود وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل شدد رئيس الوزراء على أن مجمع السويس الطبي يندرج تحت مظلة المنظمة على أن يخدم جميع محافظات الإقليم وأشر أيضا مدبولي إلى تطلعه لافتتاح المجمع الطبي خلال النصف الأول من العام القادم مشددا على توجهات الرئيس السيسي بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع ربوع الجمهورية خلال عشر سنوات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنظيم قوافل طبية وبيطرية في محافظتي المنوفية وقناء وضمت القوافل تخصصات طبية متعددة كالباطنة والعظام والجلدية وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان وذلك ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وفدا رفيع المستوى سيتوجه إلى الصين في متابعة للمحادثات التي أجرها الرئيس جو بايدن مع نظره الصيني شيجين بينجا وللتحضير أيضا لزيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين إلى الصين أوائل العام المقبل يأتي الإعلان في عقاب تصريحات لمسؤول كبير في البيت الأبيض مفادوها أن الصين ترغب في علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة على المدى القصير وقالت الوزارة في بيان إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق أسيا والمحيط الهادي وكبيرة مسؤول مجلس الأمن القومي لشؤون الصين وطايوان سيتوجهان إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان في الفترة من اليوم وحتى الرابع عشر من ديسمبر قال الرئيس السربي أليكزاندر فوتشيتش أن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلنطي أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو وقال الرئيس السربي في مؤتمر صحفي في بلغراد أنه سيقدم الطلبة في خطاب إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو وجاءت تصريحات فوتشيتش بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان في شمال كوسوفو وستكون هذه أول مرة تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو بمجاب بنود قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عنها حربا استمرت بين عامي 1998 و 1999 وتدخل فيها الحلف ضد صربيا لحماية كوسوفو أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنيسكي أن أكثر من مليون ونصف المليون شخص باتوا محرومين من الطيار الكهربائي في مدينة أودسا بجنوب أوكرانيا في عقاب هجوم ليلي بطائرات مسيرة روسية ومن جهتها حذرت هيئة الطاقة في المنطقة من أن إصلاح الأضرار بعد الهجوم قد يستغرق أسابيع وربما يصل إلى ثلاثة أشهر وقال مستشار الرئيس الأوكراني أن الوضع في أودسا لا يزال صعبا لكنه تحت السيطرة أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل 10815 إصابة جديدة بفيروس كرونا من بينها 2338 إصابة مصحوبة بأعراض هذا ولم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة ليظل العدد الإجمالي للوفيات ثابتا عند 5,235 وفاة حقق المنتخب المغربي مفاجأة مدوية بالتأهل إلى الدور النصف النهائي لكأس العالم في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي وإفريقي وذلك بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف وفي مواجهة أخرى من الدور الرابع النهائي تأهل منتخب فرنسا للنصف النهائي بعد فوزه على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وسجل ثنائية فرنسا كولامينت شاومينيا وأوليفي جيرو بينما جاء هدف منتخب الأسود الثلاثة الوحيد عن طريق هيري كين بهذا الانتصار ضرب منتخب الديوك الفرنسية موعدا مع أسود الأطلس في الدور النصف النهائي مشاهدينا نهاية موجز التساع ونعود لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر